أشهد فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بعمق العلاقات الباكستانية البحرينية الوثيقة وأعرب الرئيس الباكستاني عن بالق اعتزازه بما حققته مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفده من إنجازات رائدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة والدور الفاعل على المستوى الإقليمي والدولي والتعاون المشترك مع المجتمع الدولي من أجل أمن واستقرار المنطقة والدعم المتواصل للقضايا الإسلامية مؤكدا فخامته أن جمهورية باكستان الإسلامية ومملكة البحرين تعملان معا من أجل تحقيق التقدم والازدهار في كافة المجالات وعبر التعاون المثمر والاهتمام المتميز من الحكومة الموقرة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومثمنا دور سموه المتميز في قيادة فريق البحرين للتصدي لجائحة كورونا وما قدمت مملكة البحرين من رعاية واهتمام لكل من يقيم على أرضها انطلاقا من رؤيتها الإنسانية الرفيعة مشيرا فخامته إلى أهمية دور المجالس التشريعية والبرلمانات في دعم تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاستثماري المشترك وبما يحقق تطلعات الشعوب في المزيد من المكتسبات والمنجزات مشيدا بمستوى التنسيق في المواقف خلال المحافل البرلمانية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين كما نقل فخامته خالص التحيات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معربا عن تقديره للرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء الجالية الباكستانية في مملكة البحرين جاء ذلك خلال استقبال فخامته اليوم بالعاصمة إسلام أباد معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب والوفد النيابي بمناسبة الزيارة الرسمية والتي تأتي تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة هذا وقد تشرفت معالي رئيسة المجلس بنقل تحيات جلالة الملك المفدى وتحيات سمول العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس الباكستاني في ظل العلاقات الثنائية المتميزة مشيدة معاليها بالدور المحوري الذي تطلع به جمهورية باكستان الإسلامية إقليميا ودوليا ومواقفها الراسخة والثابتة في دعم مملكة البحرين والتعاون المستمر في مختلف المجلات والقطاعات التنموية مؤكدة معاليها أن هذه الزيارة حملت العديد من النتائج الإيجابية والتي تدخل في سياق تعزيز مستويات التعاون بين البلدين منوهة الحرص البرلماني المشترك والسعي الدائم لدراسة ومناقشة كافة السبل والتي من شأنها تطوير التعاون والتواصل لدعم المجالات التنموية ودعم قضايا البلدين في المحافل البرلمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر